السلام عليكم انا اياكم الطالب علي حيدر محمد عباس من جامعة جابر بن حيان كلية الطب اليوم راح نشرح البارت الثاني من مادة الهيستولوجي متعلقة بالبلود بسم الله خير الاسمه الهيمو بويسس شباب ذاك البارت اذكرنا انه البلود راح يتكون من بارتين البارت الاول يسمى بالسيليلر بارت البارت الثاني هو الفلود بارت السيليلر بارت قلنا هي عبارة عن الار بي سي والوايت بي سي والبلايت ليت وهي راح تكون ساسبندت البلود بارت اللي هو البلازمة فعملية الهيمو بويسس هاذي متعلقة بالسيليلر بارت اما الفلود بارت شون راح يزداد بالحجم شون راح تزداد كميته شون راح تزداد محتوياته هذا بروسس معين خاص بي ما راح ندرسه هسنا هسنا راح ندرس الهيمو بويسس المتعلقة بالجزء السيليلر بارت فنجي نقرأ بصورة ماتور بلود سيل هف رليتيفلي شورت لايف سبين انت موست بي كنتينيس لبلايس وذي نيو سيلوف روم بكورسس ديفولومبينج دورين هيمو بويسس شون يعني؟ يقول لك انه خلايا الدم بصورة يعني مش نسبية دائما تكون شورت لايف سبيني مدة حياتها تكون قصيرة بما انه هذا مثل نضرب مثال مثل مثل الميكروفايج اللي هي المونوسايت بس اكو لا مثل اليمفوسايت اللي راح تكون لسنوات بس هو يقول لك ريلايتيف يعني راح تكون نسبية هي مو كلها لكن ياخذ اغلبها فش يقول لك مست بي كنتينيس لبلايس وذي نيو سيلف احنا خوب هاي اذا ماتت هاي الخلايا خوب الجسم ما راح يموت لا لازم نعوضه فنعوضه خلال بروسسينج معين اللي يسمونه الهيمو بويسس هيمو او هيمو معناها البلوت والبروسس او الهيمو بويسس والبويسس معناها ميكس يعني الصنع او تكوين الدم ماذا يعني شباب اليولكساك هذا الفيتوس اليولكساك هو هاذا شباب احنا نعرف انو الخلايا اللي الها القابلية على مو تنقسم وتتمايز هي خلايا تدعى بالستيمسل هاي استيمسل انو خلايا متجددة ابسط مثال انتو اليوم من تتقرب الى نافذة راح يتخلى لها ضوء شمس راح تشوف انو فاد اكو اجزاء من جسمه ديت الطاير من يصي يسقط عليها الضوء فانو هاي الاشياء اللي ديت الطاير هي عبارة عن استيمسل عبارة عن استيمسل بس هاي استيمسل انتهت فترة حياته فبدله فانو استيمسل هي عبارة عن خلايا هاي الخلايا تدخل بتكوين مختلف اجزاء الجسم دخلت اذا تدخل تكون الدم راح نسميها البلورابوتينت استيمسل تكون العظوم الاستيوبلاست استيمسل وغيرها فانو هي استيمسل بكل مكان بالجسم لها وظيفة او لها اسم حسب وظيفتها فانكمل يقول لك هاي استيمسل خلال من الاسبوع الثالث للحميل لحد الشهر الثالث راح تكون موجودة باليولكساك من الشهر الثالث للشهر الرابع راح نلقاها بالليفر نلقاها بالسبلين ونلقاها باللينف نود تمام تمام من الشهر الرابع للشهر السابع تقريباً راح اضافةًر للليفر واللف والسبلين راح نلقاها بالكون ايكون انواع الى الغامه الموجودة بالجسم راح نلقا بيها الكون مرو زين البكون مرو على نوعcه النوع 1 لا على نوعcه الريد وال Holy زينها انو بهاية الحالة منو ال اكثر الريد والييالو بهاية الحالة راح يكون الريد اكثر لانا نحتاج استيمسل اكثر لاني راح يكون الميتابوليزم اكثر على ماد ينمو الجنين يقول لك لحد الشهر السابع لحد الشهر السابع راح يشترك الليفر والليمف نود والسبلاين والبون على موض يكون لي او انها راح تحتوي الاستمسل بعد شهر السابع للولادة او هي الاستمرار الحياة راح تكون بالبون فقط بالعظام فقط قلنا احنا هي نوعين عبارة عن ريد ويالو تمام شباب تمام يقول لك لحد للولادة راح يكون الريد هو الاكثر هو البارز موجود لحد ما دوصل لعمر العشرين او ثممتعش الى عشرين سنة ش راح يصير راح يقول لك انه هذا الريد بون مرو راح يختزل في اجزاء من العظام يتحول مكانه اليالو بون مرو وهو راح يكون فقط باجزاء معينة من العظام وان راح يوجد يوجد فقط بالأكزل سكليتون يعني بالسكول بالفيرتبرول وغيرها وراح يوجد بالبروكزيمال انت شنو يعني راح يوجد فقط بالعظام الطويلة بس يجزء البروكزيمال انت تمام شباب وضحات اذا جاي يقول لك انه بداية حالة الجنين راح تكون باليولكساك الدور راح يتحول الى الليفر والسبلاين والليفنور قلنا لكم من الشهر الثالث الى الشهر الرابع الاسكليتون ويلمنت يعني يعني العناصر الموجودة بجو سمت الكاليسيوم مثل الفسفور مثل الفوسفيت ويعني كلها هذي شبيهة بيجين تو اوسيفاي راح تبدأ تتعظم على مو ده تكونumi العظم منتكون العظم مية بالمية شي اكيد راح يتكونني البنمرو لان البنمرو منتشأ بالعظم بس وجد العظم وجد البنمرو عند البنمرو ديفلوبتس يعني راح يبدأ انه يتطвор يقل لك وان راح نلقى من هو منتكون العظم وان راح نلقى راح نلقى بالمدهولاري كافيتز مدهولاري معنانا خاعي فراح نلقى بالكافتي النخاعي اللي موجود وين بالعظم اللي راح تكون بالعظم تمام شنو يعني يقلك بالثلث الأخير من الشهر السابع للشهر التاسع هذا الثلث الأخير راح يكون راح يقلنا لكم انه للشهر السابع راح يتحول البون مرا هو المركز الرئيسي لتخليق الدم فده يقلك انه هو بالثلث الأخير انه راح تكون هو عبارة The Major Hemopoetic Organ يقلك خلال Childhood and Adult Life يعني قلنا لكم بعد الولادة الأريثروسايت جرانيولوسايت مونوسايت and البليتليت Continuous Form from Stem Cell Locate and Poon Marrow قلنا لكم راح يكون هو البون مرا بعد الولادة إلى الأخير هو كله راح يوجد بالPoon Marrow تمام قل لك الStem Cell شباب قلنا احنا الStem Cell هذا الStem Cell والما راح توجد راح يتغير اسمها حسب الوظيفة اللي تأديها فالStem Cell الموجودة بالPoon Marrow اللي تكونن خلايا الدم يسموها الPlurabotent Stem Cell هاي Plurabotent Stem Cell يعني تجدد نفسها شباب أبسط مثال هسا أنت قاعد بالطوارئ أنت لازم واجبك بالطوارئ ما يصر تقو في الطوارئ وتطلع إذا ما يجي طبيب بمكانك يمسك الواجب فهنا كذلك هي هي ما يصير تروح تنقسم حتى تتخصص مو قلنا الاستمثلها القابلية على نقسام والتمايز ما يصر تتمايز وتنقسم إذا ما تجي خلية بمكانها فإنه هاش راح تسوي أول شي راح تسوي إنه هي راح تقيد نفسها تسوي نفسها سيلفرنيول تمام تمام على مو دهية هاي السيلفرنيول الجديدة اللي هي تكونتها هم أيضا راح تكون نفسها وتجي تتمايل والبعدها تكون وهي تسلسلة على مو ده يبقى البولمارو هو مركز على مو ده ما تخلص كمية أما هذا الانقسام الزغير هذا هو راح يمثل يعني هو من عنده راح يبدأ التمايز بحيث إنه هذا راح ينقسم إلى قسميا اللي هو هذا كذلك يصبح للبلوري بوتينت ستمسل هذا أيضا راح ينقسم إلى قسميا اللي ينقسم إلى المايلويد والليمفويد والمايلويد راح ينقسم إلى ثلاثة والليمفويد راح ينقسم إلى ثلاثة وهسا راح نشرحا بالتفصيل يقل لك انقسامين غير متساويين أنت سيلفرنيول يعني قلنا تعيد نفسها some of the data cell from the specific reversively differentiation cell type يعني يقول لك انه هذين انقسامات انقسامات نهائية لا رجع فيها يعني بعد ما انقسمت ما يصير بعد ترجع وما دريشين فقط انه هي انقسمت هاي الوحية اللي القابلية عن تعيد العملية كلها لكن ذني ما هنقابلية بعد يرجع عن يعيدنا العملية and other data cell remain as a small pole of slowly division stem cell واللي هاي يقول لك راح تكون عبارة عن تكون صغيرة تمام يقول لك all blood cells arise from single major type of pluripotent stem cell كلها راح تنشأ من خلية من نوع واحد شنو النوع الواحد انو خلايا الدم ذانو كلهم راح ينشأن من نوع واحد اللي هي ال pluripotent stem cell تمام تمام يقول لك ان ذا بون مارو قلنا احنا بعد الولادة راح تكون هو بالبون مارو that can give rise واللي راح ينشأ من عدها to all blood cell type discipline robotent stem cell شبيه هذا حيصير بيها فات potential او راح تعمل انو راح تنقسم الى انقسامين مثل ما قلنا لكم الانقسام الاول سمينا lymphoid يعني خاص باللمف والانقسام الثاني سمينا myloid يعني خاص بالاشياء النخاعية اذا عندنا انقسامين انقسام لنفي وانقسام نخاعي هذا الانقسام النخاعي شني راح يكون لي والانقسام اللنفي شني نكون لي شباب الانقسام النخاعي myloid cell راح يكون جميع انواع الخلايا ما عدا اللنف اللنف اللي راح يكونها lymphoid cell واللمف قلنا الخلية اللنفية احنا عرفناها هي عبارة عن خلية صغيرة راح تكوني ثلاث اشياء T lymphocyte وال P lymphocyte والنännerل كولاير cell اما المايل وقلنا كون كل الخلايا راح تسويي يلي اريثرويسييييييييييييييometer راح تسوي لي الي بلايتليت راح تسويي القرانيولز راح تكوني النيترويفلز والبيول Finanz واليوشينوفلز راح تسوييهuyيهي يوم من characterize اللي هي راح تيمثل مونوسيت اما اللينفوسيت صحية من ضمن الاقرانيولز بس لكن راح نلك اinally تتكون بلينفويام كبير نكمل يقول لك الميويد مثل ما قال ما لكم بالميلود و أقولك رح تسوي كل شيئ قلنا رح تسوي اليرثروسايت , رح تسوي الميجا كاريوسايت الذي رح تسوي البلتلايت رح تسوي الاقرانيول رح تسوي البلتلايت رح تسوي الجرانيول جنيتروفلس , أجنوفلس , بازاوفلس و ما رح تقل لك يسوي الاقرانيول سلعة يتكون بالميلود و في ذلك من مساوي فسلعة يقل لك فقط تسوي المونوسايت تمام The lymphoid progeneration miggregate from the bone marrow to the thymus شباب يقول لك انه كل هن راح يكون ليش انه اللينفويد ما خليناها من ضمن هذا التصنيف يا شباب يقول لك لأن ذني هي راح يصير بها الماتوريشن بالبون مرو الديفرنشياشن بالبون مرو اما ذيك راح تهاجر مثلا للثالمس واللي هناك بالثايمس وهناك راح يصير الديفرنشياشن تمام او الماتوريشن فما نقر نخليه لانها هنا راح يصير الماتوريشن بالبون مرو نكمل شباب مثل ما دينا لكم هي اللي يسموها انكوميننت شنو انكوميننت يعني بعدها ما متخصصة ما متمايزة يش سوت سوت انقسام هناك عادت نفسها كونت نفسها وجهت هاي الصغيرة البيهن بدت تبدأ بعملية الهيمو بويس قلنا راح تنقسم الى المايلويد النخاعي والليمفويد المايلويد راح يكون لي البروجينيتر و البروجينيتر راح يسوي بريكورسر و البركورسر راح يعد راح يمر بعدة انقسامات حتى يكون للسال ايضا راح يسوي البروجينيتر الى بريكورسر ايضا السيل الى برو اجنييتر بريكورسر الى بريكورسر الشار تمام تمام فهي ما بيها بروجينايتر والبروكورسر هو البروجينايتر نفسي البروكورسر هو من عنده راح تبدي العملية نكمل the progenitor cell from a plot commonly called culinary forming unit البروجينايتر هو colony forming unit ويحدد ليش because it gives rise colonies of only one cell type one cultured are injected into spline شنو يعني ليش سموها وحدة تكوين المستعمرة شباب انه هذي يقول لك هذي المستعمرة تاخذ نوع واحد يعني هذي المستعمرة من راح ازرعها بالكبد ما راح اضم آلاف الاشياء شباب هذي راح ناخذها بعلم الفيروسات راح ناخذ الcolony المستعمرات مع الفيروسات نشوف انه منريد نزرع the culture معين كل نوع من الفيروسات الى culture مختلف عن الثانية الى مستعمرة ينمو بها مختلفة عن الثانية فيقول لك هذي الcolony forming unit راح يختلف وحدة الثانية و راح تطيني انه راح تعتبر متخصصة بنوع واحد من الخلايا عندما راح نزرعها او نحقنها باللسبلين يقول لك there are four major type of progenitor cell اللي هي الcolony forming units شقد عدنا عدنا فد اربعة انواع النوع الاول اللي هاي كلها البروجينيترات النوع الاول هو colony forming unit E يعني شنو يعني colony forming unit الخاص بالأريثروسايت بعدها الcolony forming unit ميج اللي هو الcolony forming unit الخاص بالميجا كاريوسايت اللي راح تكون للبلاتلت والcolony forming unit جي ام شنو جي شنو ام ام معناها المونوسايت والجي معناها الجران يونس اللي تمثل النيتروفلس والأجنوفلس والبازوفلس وهي الليمفوسايت اللي معناها الليمفوسايت اللي هي قلنا ما راح تكون موجودة هنانا ما راح تكون موجودة بس هاي اللي ها تسمية لكن الحقيقة هي ما موجودة نكمل ايج البروجينيتر سيل يعني جاي يقصد الكلony forming unit راح تكون من البركورسال سيل اللي راح تنتج البركورسال سيل قلنا لكم هذا البروجينيتر سيل راح ينتج البركورسال سيل اللي يحتوي على كلمة بلاس معناها ارومة تمام ذات تقراجوالي أصوم ذي مورفولوجيكال كاركتريستي of ميتر يقل لك ورح تطيني الشكل والخصائص عند النضج فانكشن سيل تايب ذي والبكوم تمام ولي راح تطيني الوظيفة المتخصص الباقي in contrast السيل الستيم البروجينيتر سيل كان نت بيومورفولوجيكال دي شنك ان سمبل رسمبل لارج لينفوسايت و الستيم سيل دي 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 سي سي شن تو رمان بيومورو في دي جاي جاي يقول لك انه عكس ال يونت اللي ما راح تحتوي على انه يقول لك بيومورو ساي ما راح تحتوي على ال و انما مباشرة هاي اللينفو انه راح مباشرة راح يكون إكبر والكورسر مباشرة هو البلاس هو واحد ينقسم ممثل هاي قولوني facebook وهذا الكلونيиков نكمل الheamopoesis همopoesis depends on أنه أنا أريد أبدأ عملية الheamopoesis أنا اليوم أريد أبني тобой هذا البيت أول شي einen يجب أن أبل reported هذا المكان أحدد هذا المكان أبني لأساس هذا المكان أضبطه حتى أبني البيت مو مباشرة أبني البيت فإنه عملية تكوين الدم تحتاج إلى تحتاج إلى تحتاج إلى بيئة مناسبة هاي البيئة المناسبة شين اللي يحددها شباب تذكرون بذلك البارت قلنا ما هو الفرق إنه الموجود بالميل عن الفيميل قلنا الموجود بالميل راح يكون أكثر من الموجود بالفيميل وسبب ذلك قلنا الى انه جسم الرجل راح يكون مصل ويحتوي على الاندروجين او التستستيرون والسبب الثالث في السايكل بالفمال وهو راح يكون اضعف سبب لكن مثل ما تذكرون قلنا لك موجود الاندروجين او التستستيرون هذا الاندروجين او التستستيرون مهم جدا حتى يوفر لمايكرو انفيرومنت على موت تبدأ عملية الهيمو بويسس لذلك يقل لك عليها من شوف شو يقل لك يقل لك with specific endocrine الاندوكرين هو الاندروجين ثاني شي الparacrine and jackscrine factor ذنر ثلاثة هن راح يوفر اللي يوفر اللي local cell and extracellular matrix همو بويسس ارغان which together create micro environment in which steam cell mention and progenitor steam develop يعني يقل لك ذنر راح يوفر اللي ذنر الاشياء ذلك راح تبدأ العملية تبدأ عملية تكوين البروجينيتر اللي هو الcolonary forming unit اذا توفرا ذنر يقل لك الهيمو بويتيك growth factor اكو اشياء اكو فاكتورات اللي راح يقل الcolonary forming unit انه اكو شي راح يحفز لي هاي العملية اكو شي راح يخلي لي العملية انه مثل التسارة او تتكون بسرعة اللي هي السايتوكنيز او glycoprotein شباب الـ glycoprotein هذا عبارة عن يسمونه الـ erythropoietin هذا الـ erythropoietin هذا عبارة عن مادة راح تتكون لي بالليفر هاذي راح تحفز عملية تكوين الهيمو بويسيس لذلك راح يعتبروها growth factor تمام يقل لك اللي هو الـ glycoprotein that stimulate الـ prolifration of progenitor and the precursor cell and prominent cell differentiation maturation with specific linings تمام يقل لك هي راح تسرع للعملية under normal condition the production of blood cell by the bone marrow is adjust in the bodies needed شني يعني يقلكم شباب انه بالحالة الطبيعية ترى احنا نسبة الدم تختلف من شخص الاستبان الذكر والمرأة عرفناها انه الذكر يكون اكثر الميل يكون اكثر زين بالميل وميل ليش اكو ميل عنده اكثر وميل عنده اقل شباب هاي ترى كل العملية حسب احتياجات الجسم يقل لك شوفه تعدل انه راحيقدر الى العديل الجسم راحيقدر يعادلها حسب احتياجاته راد اكثر يعني شن راد اكثر يعنى هو ميل عنده مصل اذا يحتاج اكثر عندي اندروجين عنده تستيستيرون راح يسحب أكثر هو ميل ولكن الثاني هم ميل بس هذا قليل لا هذا راح يكون جهد أكثر بما أن الميتابوليزم أكثر فإنه يحتاج دم أكثر فإنه هذا يقدر يعدلها حسب احتياجات الجسم يقل لك يعني يقل لك راح تزداد كميته بمدة قليلة وتقدر تقل كميتهم كذلك قلناك البون مارو من الساعة قلناها من تبدأ عملية التعظم شباب قلناها إنه من تبدأ عملية التعظم من تبدأ عملية التعظم فإنه البون مارو راح يتكون بين بالميديولاري كافتي هذا الميديولاري كافتي راح يكون خلاله هو الميديولاري كنال يقل لك البون مارو فاون الميديولاري كنال تمام شباب إنه يقول لكم هذا إنه البون مارو راح يوجد يوجد بالكنالس إذن ون رح نلقى؟ رح نلقى بمكانين رح نلقى هذا البون مارو رح نلقى بمكانين أما نلقى باللونج بون بس يا لونج بون نلقى باللونج بون نلقى باللونج بون بالعظام اللي يسميه الكمباكت بون أما رح نلقى بالسبونجي بون إذن العظام شباب إحنا قسمناها قسميا قسمناها إلى الكمباكت بون العظم المصمت والسبونج بون العظم الاسفنجي تمام تمام العظم المصمت هل يوجد ب البون مرو بكل مكان لا يوجد في العظم المصمت في العظام الطويلة فجاي يقولك يقولك إنه البون مرو شبي فاونت يجد بالقناة النخائية مع للونغ بون بالكمباكت بون وان يوجد نعن الكنسلس بون يعني بالعظم الاسفنجي اذا هو بالقناوات الطويلة بالعظم المصمت و بالكافتي بالعظم الاسفنجي الكنسلس بون يقول لك with two types based on their appearance gross examination انه يقول لك انه راح نلقي نوعين بي اول شي بالبون مرو red bone marrow and yellow bone marrow شون الفرق بين red bone marrow and yellow bone marrow the blood farming whose color is produced by the abundance of blood and hemoboietic cell اما yellow bone marrow which fault with adipo side that exclude most hemoboietic cell شباب red bone marrow راح يحتوي على الفيزول راح يحتوي على الفيزول ستمثي بالكابولاريس الفينيوس الارتيريول و راح يحتوي على stem cell اللي راح تحتوي على forming element لذلك راح تكون لونها احمر وهي راح تطل لون اللي قد تكون به تون احمر وهي راح نحتوي راح نحتوي على الهمoboietic cell الخلايا المكونة coloniforming unit والخلايا البركورسرات اللي هي البلاست و غيرها راح نلقاها كلها موجودة بالبون مارو اما ال yellow bone marrow لا مجرد هذا يعتبره store house يعني شونه عبارة عن بيت خزل للانرجي لا اكثر ولا اقل تيجي الاديبوسايت اللي راح تحتوي على الخلايا الدهنية اللي راح تمثل بالطاقة راح تطرد راح تخرج الهمoboietic cell تقلها ان المكان ايشاني هنا مكاني فقط اخزم طاقة انو ايشاني فقط من تحتاجوني اجيكم هسا عوفوني نكمل انذا bone marrow all bone marrow is red تمام تمام and active in blood cell production but as the child growth most of marrow change gradually to the yellow variety مثل ما قلنا لكم شباب نرجع قلنا لكم انو لما يولد الطفل راح تكون انو bone marrow موجود بكل انواع عظامة وبالنوع الاحمر اللي راح يكون اكثر فعال من يوصل لعمر ال20 من بعد الولادة هاي حياة الطفولة لما يوصل لعمر ال20 انو راح يتحول انو كمية الدم لانو red bone marrow راح يتقل ويكثر yellow bone marrow والي هاي الصورة راح تمثل انو هاي انو الطفل بحياة الطفولة كلها احمر شوي جاي كبار اخر شي قلنا راح يوصل فقط بال proximal proximal part ما الفيمر والهيومر هذا عظم الفيمر تمام بحياة الطفولة بحياة الطفولة بحياة الطفولة كمية كبيرة فانو البون مارو الريد ما راح يلحق انو يعوض كل هذا فالله سبحانه وتعالى خلفت ميكانزم هاي الميكانزم من خلالها راح يرجع ال yellow مارو الى red مارو يجي هسا ندرس البون مارو من الناحية الاناتومي red مارو contain محتويات ال red مارو شباب وحدة وحدة احنا مو قلنا انو البون هو عبارة عن connective tissue تمام هذا connective tissue يحتوي على cell يحتوي على fiber و يحتوي على extracellular matrix مادة بين خلوية هاي الفيبر راح تمسك cell وثبتها وين بال extracellular matrix كذلك يقول لك ال connective tissue الموجودة بال red مارو سميناها stroma تمام تمام فيقول لك stroma هي عبارة عن connective tissue مارو red مارو يقول لك هاي stroma قلنا احنا شرح تحتوي connective tissue شرح يحتوي قلنا رح يحتوي على خلايا هاي الخلايا سميناها fiber blast cell او سميناها reticular cell تمام تمام اول شو يحتوي على خلايا من يحتوي على خلايا بعد شو يحتوي على الالياف رحتوي على reticular fiber تمام تمام من يحتوي يحتاج الى مادة بينية مطمورة بي يقول لك انه هاي الالياف reticular fiber supporting ذه مبات excel يقول لك هي رح تمسك او تدعم هاي الخلايا cell فعدنا هو ينواع من الخلايا بس هو ذاكر لك فقط المايكرو phage وال fibroblast or reticular cell تمام تمام هاي اول وحدة اول شي خلصنا التشو الثاني شي هو هذا مركز الصنع يعني مثل ما النواة بالخلية تعتبر مركز السيطرة هذا يعتبر مركز الصنع للخلية اللي رح يصنع كل هذا ذكرناها والثالث هو عبارة عن sinusoidal cabularis شنو الساينوسايدل الساينوسايدل راح تكون between الهيمابوليتيك كورد راح اصير between الهيمابوليتيك كورد شبيه هاي يعني شباب انا راح اوضح لكم هاي الصورة هذه راح تكون عبارة عن راح تكون خلايا تشبه النجم راح تكون بها الكثير من التفرع تمام تمام هذا الخلايا هاي عبارة عن الخلايا اللي جايت تكون وغيرها تمام تمام قلنا لكم بها انواع مختلفة اللي هي عبارة عن الخلايا العظمين هاي كل بالعظم الفيبرو بلاس هاي كل خلايا الفات سيل خلايا هواية جاي يقلك يقلك السينوسايدل السينوسايدل كابولاري راح اصير عملية تكوين الدم على موت هاي الخلايا راح ترجع تدخلي لها من راح تدخلي لها يقلك هذا بيصفة راح يخليها تنفرز بالدم مباشرة نكمل نكمل يقلك يقلك بتوين ذا هميبويت كور راين ان ذا سينوسايدل ويتش هاذ ديس كونتينيوس ابيثلي شباب هذا الشكل راح يحتوي مثل القاب مثل الفتحات انه هس هذا غلافة هو عبارة عن اندوثلي تمام اندوثلي سيل هاي الاندوثلي سيل راح تكون بيها فتحات بيها يقلك 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 من خلالها هذا راح تفرز البيتليت بيها وتيجي هاي الخلايا اللي تكونت كذلك راح تدخل بيها فمن دخلت فمن صارت راح تطلع عن طريق عن طريق الاندوثلي لل يقلك يقلك ريت مارو إز ألسو سيت وير ألدر ديفيكتف إريثروسايت أندر غو فاقوسايتس باي ذا مايكروفيج شنو يعني شباب احنا متكونت خلايا اكو اتنا خلايا راح تكون تشبيرة خلايا صار بيها ديفيكت فبهاي الحالة شنسو لازم نسو لها عملية فاقوسايتوس باستخدام باستخدام المايكروفيج فلذلك يقلنا وجود المايكروفيج مهم لأنه راح أنه الخلايا الشبيرة الخلايا صار بيها ديفيكت راح تنوكل وجدان بروسيس هم باوند ايرون أو ديفيلو ديفيوري تودا ديفرينشيش اريثروسايت يابع أنه هاي الخلايا تتكونت أبسط شي مثلا خلايا الدم تحتوي على هيمة تحتوي على هدع حديد فإحنا وراء ما سونا لها عملية الفاقوسايتوس بواسطة المايكروفيج راح نوصل للحديد لما نوصل إلى الخلايا الناضجة لأن الحديد خب ما نذب لأن الحديد نحتاج جدا فإنه الخلية اللي تموت نأخذ الحديد نودي الغير خلية ونقلها الله ويات نكمل يعني قل لك تقول راح أنه بعد التخصص راح تغير الستيج مالتها حتى تلقى وظيفتها أبسط مثال المونوسايت المونوسايت راح تتكون بالبون مارو من تدخل للسيركوليشن تبقى غير فعالة تغيرت مكانها تغيرت مكانها فدخلت بالكونيكتف تشو فصارت مايكروفيج وبدأ تصير بها الفانكشن الأريثروسايت maturation an example termination cell differentiation involved hemoglobin synthesis يقول لك أبسط المثال يقول لك أنه راح تمر بعدة استيجات حتى تنضج أبسط مثال خلايا الدم الحمرة راح تمر بعدة استيجات واحد من هاي الاستيجات أنه راح تبدأ عملية تكوين الهيمoglobin من جاي يشوف أنه الخلية بدأ تكوين الهيمoglobin بها يقول أنه الخلية جاي يصير بها differentiation يقول لك ant formation ant formation of smaller راح تتحول إلى صغيرة أنه بالأخير أول شي راح بدأ الهيمoglobin تبدأ تصغر بالحجم الهيمoglobin راح نطلعها ورا ما طلعت الهيمoglobin راح يكون باي كون كون كوربولسك يعني كوربولسك قل أنه قلنا عبارة عن شكلها راح يكون مهم في عملية راح يوفر للارج سرفيس على موض يسهل القاس والشغلة الثانية على موض سهولة راح يصير بهذا الديفورميشن التشوى بشكله أنه راح ينطعج وراح يمر خلال الكابولاريز أو البرفكيشن مع الريثروسايت الجريفي يارد اللي هي خلايا مقبرة خلايا الدم الحمراء اللي هو السبلين تمام يقل لك سيفرال ميجور تشينج ذات تيك بلايس دورين اريثرو بويسس سيل عن دي نيوكلر دي دي داي منشن بسيل يقل لك أنه شوية شوية راح نحجمها يقل أنه آخر شي شباب نجا يشوفون أنه آخر خطوة أنه شوف أول خطوة شوف آخر شوف أول خطوة آخر خطوة أنه نواتي راح تنفقد حجمها راح يقل وإلى آخر هس نكمل يقل لك سيل عن دي نيوكلر نيوكلر الكروماتين دين سيتي نكريس شباب أنه كمية الكروماتين راح تزود من زادت كمية الكروماتين أن تزاد باي كوليتيك أبر أبر أن ذا فاين إكسترد فروم ذا سيل أنه راح تزداد كمية الكروماتين بشكل كبير بالنوات حتى أنه نتوهم أو راح نشوف أنه النوات مثل جاي تتحرك فمن تحركت والنوات راح يصير بها قدرة الحركة شسو الخلية قبل مباشرة قبل تطردها شباب البوليرايبوسوم بصورة عامة الرايبوسومات الرايبوسومات بصورة عامة شنو هي أنه أول شي يجي الراف اندوبلازمي كريتيكيولم يحتوي على سطح رايبوسوم هاي رايبوسومات راح يصير أكو تجمعات كبيرة من الرايبوسومات هاي التجمعات الكبيرة من الرايبوسومات من نجح نصبغها راح نلقاها تحب صبغة البازوفيليك تحب الصبغة القاعدية لذلك تصلحوا لها بازوفيلية يعني محبة للصبغة القاعدية تمام تمام هاي التجمعات سموها بولي رايبوسوم يعني كميات كبيرة من الرايبوسوم شلو فايدتها شباب خلوش اغلباتكم انه هاي البولي رايبوسوم راح تزيد ستيج بعد ستيج الى اخر شي راح تتحول هي الى هيموغلوبين مع زيادة منتظمة يعني من راح تزداد هاي راح ازداد نسبتك هيموغلوبين مية بالمية لانهي راح تحول الى الهيموغلوبين البايتو كوندريا and other organ gradually decreased قلنا شوية شوية بالاخير راح تنطرد الناوات وراح الخلية تنميلي بالهيموغلوبين they are three to five cell division between the pro erythroblast and mature erythroblast the develop of erythrocyto from the first recognizable progenitor cell the release reticulocyte into the blood take approximately one week شباب يقول لك انه راح تكون هناك خمس مراحل حتى تتكون ال erythrocyte خلايا الدم الحمراء الناضجة وهاي الخمس مراحل نقدر يعني بسبوع كامل الا تكمل اسبوع واحد الا تكمل تمام نيجي هسه باول شيء انه اول شيء نيجي انه راح نتكلم عن بداية تكوين خلايا الدم الحمراء هسه احنا طبينا بال احنا قلنا هو ال pluripotent راح ينقسم قسمين ال lymphoid والmyloid والmyloid راح يكون كل خلايا الدم الحمراء الميلوود كوى اللي في ال deprogenator اسمه ال colony forming unit اي يعني هو ال erythrocyte فاحنا راح نبدأ بال erythrocyte هذا ال progenator colony forming unit اي راح يكون اللي في ال deprogenator اسمه ال erythroblast ومن ال erythroblast راح تبدأ عملية التكوين فشي يقول لك يقول لك خبرا لا نبدأ the glycoprotein اللي مساحة شان عليك انه هو عبارة عن erythrobootene قل لني راح ينفرز بالكتني هذا راح يحفز عملية يقول لك هو عبارة مهم في عملية ال erythroblast كلش مهم زين ليش مهم احنا ما نقول هو مهم في عملية التكوين خلايا الدم الحمراء زين ليش مهم مهم لنعرف انه الدم يتكون من جزئين خلايا الدم الحمراء تحتوي على الهيموغلوبين هذا الهيموغلوبين يحتوي على الهيم بالferrous state والجلوبين هو عبارة عن البروتين فانه ليحفز تكوين ال mrna اللي هو الماسنجر رانه اللي راح تتكون البروتين الهيموغلوبين هو ال erythrobootene اذن ال erythrobootene راح يحفز لل mrna اللي راح تكون الهيموغلوبين اللي راح يتخل بالتفاعل وي الهيم على مجد تكون الهيموغلوبين وبذلك راح تزداد كمية الهيموغلوبين الهيموغلوبين وبالتالي سوف تزداد كمية الخلايا وبالتالي فهو عبارة مهم جدا في عملية ال erythro site شباب يقول لك ذا ديستينك ذا ديستينك تب روجي نيتر يعني راح تتميز سال ذا انو اريثرويد سيريوس اذا البرو ثرو بلاس الارج سيل ويذ لوزي لاكي كروماتين يوكلاي انت بازوفل اكسايتو بلازم شنو يعني يقول لك يعني خلال البرو خلال البرو خلال عملية البرو اريثرو بلاست اللي هي هاي يقول لك راح تمرفض عدي خمسة انقسامات هاي الانقسامات بالاخير راح تنتج الاريثرو بلاس هاي الانقسامات انو راح ساعة قاها تغير بحجمها ساعة النواة تتقل ساعة تتغير بحجمها ساعة النواة تتقل ساعة انو كمية الهيموغلوبين يزود ورح ندرسها خلال الستيج بعد الستيج اول شي اول شي اول الستيج اللي راح ندرسه هو الستيج البرو اريثرو بلاست اللي هو هذا شباب هذا البرو اريثرو بلاست اول شي انو راح نشوفه هو راح يكون كل شي كبير اكبر وحدة بيهن الشغلة الثانية راح نشوفها انو النواة بيه تحتوي على انوية شوفها انه تحتوي على انوية الشغلة الثالثة انه راح تكون بازوفيلك انه هاي سبغة مصبغة فالده يقولك يقولك راح تكون عبارة عن large راح تكون عبارة عن بازوفيلك وبهالنوات تمام تمام اللي هي اول خطوة اللي يسحولها البرو اريثرو بلاست نكمل the next stage represent by بازوفيلك اريثرو بلاست يعني يقولك الستيج الثاني بعد البرو اريثرو بلاست يسموه البازوفيلك من اسمه بازوفيلك يعني السايتوب لازم راح ينمني بالبازوفيلك النوات راح تصبغ بصبغة البازوفيلك كلها يعني تهيئة على مودي تكون هاي موغلوبين فش يقولك يقولك بازوفيلك اريثرو بلاست with more strong بازوفيلك سايتوب لازم مثل ما قلنا السايتوب لازم يعني نيوكولاس النوات راح تتثخن كلش وراح تشو with visible نيوكولاس not visible يعني بعد ما تنشاف مواضحة بس هو الفكرة انه هنانا البازوفيلك راح يملو السايتوب لازم نكمل the basofilic of this two cell type is caused by the large number of poly som synthesizes هاي موغلوبين قلنا عم انه شباب مثل ما قلنا لكم انه خلال ذن الخطوتين اللي هن هاي وهاي اللي هي البرو اه البرو اريثرو البرو اريثرو بلاست والبازوفيلك اريثرو بلاست خلال هنه راح تزداد كمية البازوفيلك وهاي البازوفيلك يقولك هي مهمة في عملية تخليق الهيموغلوبين ال during next stage يعني بعدها هذا ال next stage الثالث cell volume انه كريز سباب جاي يشوفون انه حجمها جاي قيل ال polymerase decrease يعني ال polysume راح يتقل يقولك and some cytoplasm area beginning filled with hemoglobin هنا جاي يشوفونها انه جاي تقل انه محتوياتها كانت محتوياتها شكبر هن فانه محتوياتها جاي تقل وهذا المسافة راح تنمني بالهايموغلوبين تمام تمام هاي موغلوبين producing region both basophilic and acidophilic in the cell no cold polychromophilic erythroplast poly معناها متعدد chromatophilic يعني انه هذا مكان محب للتصبيق بس اي صبغة يعني صبغة متعددة منه يقولك هنانا راح نشوف انه هذا مكان راح يظهر بالبازوفيلك هاي مننا راح تكون هاي المنطقة راح تكون acidophilic يعني واضحة شوي شفافة لذلك راح يتكون عندي polychromatophilic erythroplast بالبعد ها راح تكون ortho بالبعد الخطوة البعد هاي شوف تكون poly الخطوة البعد ها راح تكون orthochromatophilic erythroplast يعني النواات كل هاي يعني هاي الخطوة النواات تتهيئ ان تطلع فرح يصفى لون واحد الأورثة يعني احادي بينما جاي شوفه هنا صبغتيا يقولك in the next stage the cell and nuclear volume contain condescent and basophilic is evident يقولك resulting in the uniform acidophilic cytoplasm orthochromatophilic erythroplast مثل ما قلناكم شباب انو النواات راح تتهيئ حتى تخرج فرح تتوحد الصبغة راح تكون basophilic late in this stage this cell ejected in the nucleus which then phagocytated by mycrophage يقولك آخر خطوة انو هاي مو آخر خطوة عن المراحل المتأخرة من هذي فانو النواات راح نطلعها خلال orthochromatophilic النواات راح تطلع بمراحل متأخرة من هالنواات راح تطلع وتيجي الفاغocytosis تجي عملية الفاغocytosis بواسطة الميكروفage وراح تبتلعها this cell still has a small number of polyriposome that form affinity stain and the cell called reticulocyte reticulocyte passes the circulation نسبتها 1% quality lose polyriposome quickly lose of polyriposome and mature as erythrocyte شباب احنا مو قلنو هذي اللي هو عبارة عن polyriposome كل راح تحول الى هيموغلوبين يقولك اكو بعض الخلايا ممكن لا راح يتحول لها بس يبقى جزء قليل من polyriposome وهذا اللي راح يكون بأفينيتيستين يعني يحب التصبيق كلش يعني واضح تقدر تشوفه ان الخلية كلها بازوفيلك ان الخلية كلها اسيدوفيلك يعني كلها لون واحد راح تلقبس هاي المنطقة بها بازوفيلك وهي راح تكون فقط نسبتها 1% هاي شي تسوي من تدخل الى مجرى الدم وراح حم كذلك راح تفقد هالا البازوفيلك تحول الى هاي موغلوبين حالها حال خلايا الدم الحمراء الناضجية تمام تمام يجي الـ جرانيولو بويسس جرانيولو بويسس يعني تكوين الخلايا المحببة اللي بيها جرانيولز وقلنا لجرانيولز بالبارتي الاول راح تنقسم قسمين اما الازيروفيلك اللي يرتحتوي على اللايسوسوم انزايم او البازوف او الاسبيسيفيك جرانيولز اللي هي راح تختير يعني تخلي الانواع مختلفة كل واحدة لها خصيصتها كل واحدة اللي جرانيولز بيها الشي اما الازيروفيلك راح توجد بكل الانواع ونفس الكمية انفلوف سايتو بلازميك شينج دومينينت باي سنتيسيس بروتين فور ازيروفيلك ان سبسيفيك جرانيولز يقول لك هاي الحبيبات هي عبارة عن بروتينات راح تتكوين قلنا راح تتكوين نوعان يلا يكسموها جرانيولز ذي سايتو بروتين اندبروديوس اندبروديوس معلات خلال المراحل تمام خلال مرحل كذلك بمانه هاي البروتينات هاي البروتينات ون موجودة راح تفرزها تفرزها الرايبوسومات الرايبوسومات ون موجودة موجودة على الأسطح السيرفيسم بعدها ون تذهب تذهب إلى سري يساولة معين وراح يفرزها وراح يفرزة راح تتمثل مثل الحبوب راح تتمثل بالزيروفيلك ولي راح توجد بتلاف ثانواء التي سوى النيوتروفل والبازروفل والأزينافل والسبيسيفيك اللي هي راح تميز نوع عن نوع ميت انيشيالي راح تتكون بالبداية الأزيروفيكي جرانيولس ويش كونتين لايسو لايسوسومال هيدرولايسيس مثل ما قلنا لكم الأزيروفيك راح مساعة قلنا لكم راح تحتوي على اللايسوسومال هيدرولايسيس اللي يسموها اللايسوسومس بما انه حبيبات هذا الحبيبات انه راح تصبغ بالبيزيك ديز بايزيكالي سيملار ذا ثري تايب اوف غرانيولو سايت انه راح يقول لك بصور راح انه راح تشابه بتلاثي الأنواع اذا مو هي راح تميز راح تميز هالسبيسيفيكي جرانيولس تمام يقل لك قول جي اكتيف ثم تشابه بروديكسين بروديوسي بروتين فور سبيسيفيكي جرانيولس يعني بعد ما تكونت هاي الأزيروفيلك قول جي شوية راح يشتغل اكثر بفعالية اكثر هو صح كل هنجايات من الروف عنده بلازم كرتوكولان بس الحاتشين قول جي قول جي اشتغل شغل مرتب فانتج لي مواد مرتبة انتج لي السبيسيفيكي جرانيولس هاي السبيسيفيكي جرانيولس راح تختلف من النوع الاخر اندو اجتايب بذ سيرشن ديفرانشيشن بروبرتز و اللي راح تعطي لكل وحده خصائصها او مميزاتها انسكشن اوف بون مارو كورت اوف اللي جرانيولو بويتك سيل كان بي دستنجوشن فروم اريثرو بويتين كورت باي ذي جرانيولس فالسايتو بلازم شباب يقول لك انه انت هسا منتطلع لتسحب لك فاتسكشن مقطع من البون مارو انه تقدر تميز اللي جرانيولس بوضوح شلون راح تميزه راح تلقاها مملوقة بالي جرانيولس يعن تقدر تميز اللي جرانيولو بويتك انه عملية جرانيولو بويتك تجرى تميزها عن طريق الإريثرو بويسس عن الميجابويسس ليش راح تكون ملوئة بالحبوب واللي اسرح اراويكم ياه بالصورة الي هي يا شباب شفوا انه هاي ما بيها حبوب شوفوا ذن الثلاثة انه تقدر تميزهن مملوئة بالحبوب فانه هذا اللي يميز هي هي اللي جرانيولس اللي راح تحتويها كل واحدة بيهن تمام يقلك يقلك الميلو بلاست الميلو بلاست الميلو بلاست الميلو بلاست رح يكون ريجونالزابل سل الميلو سيروس سلسلة تيبيكال ديس هاف فانلي ديس بير كروماتين فاتنو كلها شباب يقول لك انو اول وحدة انو عدنا فورستيج حتى تتكون لي خلايا الدم اللي هي رح تتميز اما نيتروفلس او بازوفلس او الأزينوفلس اول وحدة رح يسموها المايوبلاست المايوبلاست اقدر اميزها عنهن بوضوح جدا يعني كلش واضحة انو السيتو بلاست ما رح يحتوي على جرانيولز بدايتها يعني تمام تمام رح تكون مصبغة وراح تكون النواة يعني رح يقول لك النواة رح تكون فاينت يعني مثل الخافتة تمام تمام تشوفها شباب هي السهاي يعني نشوف ذلك اربع استيجات يقرأ تميزها عن اربع استيجات انو النواة عن نواة وانو السيتو بلاست فارغ in the next stage بالستيج البعد المايوبلاست اللي يسموه البرو مايلو سايت البرو مايلو سايت شبيه هذا شنو الميزات إلي الكاريكترستي يعني الكاريكترستي باي بازوفلس سايتو بلاست عند الازورة جرانيولس كونتلايزا سوم انزايم عند المايلو بيروكسيديز شنو يعني يقلك بالخطوة البعدها راح نشوف انو الروف عندو بلازمي كريتوكيولم وبساعدة كولجي راح يفرز البروتينات هاي البروتينات يسميناها سميناها ازيروفلس واحنا قلنا شاكو ازيروفلس يعني تحب الصبغة القاعدية شاكو ازيروفلس راح تعتبر بازوفلس شنو بازوفلس يعني محبة للصبغة القاعدية فاني يقلك انو راح نشوفها خلال عملية البرو خلال عملية البرو مايلو سايت راح نشوف انو تكونت ازيروفلس هاي الازيروفلس راح تحتوي على هاي الازيروفلس تكون بازوفلس تكون محبة لصبغة البازوفلس وش تحتوي مثل ما قلنا من الساعة ازيروفلس سميناها لايزوسوم لذلك راح تحتوي على اللايزوسوم انزيم تحتوي على المايلو بيروكسيديز شباب شن المايلو بيروكسيديز المايلو بيروكسيديز هاي رح تكون فقط بالنيتروفلس الخلايا العدلة هاي شبيه هاي شن هاي الخلايا هل مو قلنا خلايا هاي رح تسوي عبارة عن انجل في البكتيريا وتخصصها البكتيريا لا وتتخصص شوية بالجراثيم بحيث من تدخل هاي الجراثيم سواء فيروسس او غير شي فانه رح يقبل اكوفاد انزايم اسم المايلو بيروكسيديز هذا رح يلتهمها اذا الوان موجود هذا رح يهل اللي رح ينقله يهل اللي رح ينقله هي خلايا الزيروفركي عن هي رح تحتوي يقلك البرو مايلو سايت اكتف يقلك انه رح يصير في التغيير جيني هذا التغيير الجيني رح ينتج عنه 43 تايب خلايا الزيروفركي اللي خلايا الشباب انه هاي اول وحدة او باول وحدة كان السايتو بلازم واضح وانه النواة كانت غير واضحة تمام تمام بالخطوة الثانية انه كون اللي فده بروتينات سميناها البروسجة ميلكسات خلال هذه العملية راح يبدأ عملية التمايز خلال هاي العملية راح يبدأ عملية التمايز يابا شون عملية التمايز حسا يقل لك شنشوف يقل لك ثري تايب of granular site راح ينتج عملت الى ثلاث أنواع the spherical visible single of this differentiation appear in the myelo site stage اذا اول شي سمناها الميلو بلاست بعد الميلو بلاست سمناها البرو ميلو سايت بعد البرو ميلو سايت وصلنا للميلو سايت يقل لك انو بهاي بالبرو ميلو سايت راح يقل لك فد راح يحصل فد اكو differentiation بجين راح تبدأ انو تتمايز هذا التمايز راح نشوفه بالستيج البعدي انو اول خطوة للتمايز راح نشوفه انو نقدر نميزها نيتروفلز بازوفلز ازينوفلز راح نشوفها بال الميلو سايت جاي يقل لك يقل لك يقل لك ذا فرست visible sing sing in this differentiation apparent the myelo site stage راح نشوفها راح نقدر نميزها انو which is specific granules gradually increasing the number and eventually او قبي او قبي most the cytoplasm at the meter myelo stage myelo site stage يعني يقل لك انو هنا انو بالمرحلة بالمرحلة بهاي مرحلة الميلو سايت راح تبدأ اول شي راح انو هاي الخلايا راح تبدأ تكثر انو الخلايا راح تبدأ تتمايز انو اول خطوة او اول خطوات التمايز راح تبدأ بالmyelo site راح تمر بعدة differentiation راح تمر بعدة تكاثر وهذا اخر شي راح ينتج عنا انو بالmeta myelo site انو راح ينتج كل العدد وراح ينتج كل للتمييز يصير به this nitro fault, basom fault and all the het ihnen faith بالmeta myelo site يعني شباب احن قلنة iحنة في مرحلة الميلو سايت راح تبدأ خلال مرحلة الميلو سايت انو راح تبدأ اول علامات التمايوز بيناT teammate with myelo site roh tbeddو اول علامات التمايوز بيناT requirement with myelo site راح تبدأ اول علامات التمايوز بيناT والاخير شي الى الميتو ميلوسايت انه هنا راح يبدأ كله التمايز فاني يقول لك خلال هذه المرحلة على ما توصل للميتو ميلوسايت اش راح يصير على ما التنضج يقول لك من نضجة يعني تبدأ النواة ايضا تتركز بشكل اكبر قبل لا تنضج قبل لا تبدأ توصل لها المرحلة راح تمر مرحلة يسمو لها الباندل سيل شون شون الباندل سيل انه راح يصير بيها اللونجايتد بالنواة يعني النواة ها راح اطول بس ما راح تكون بط نوت يت بوليمورفك شينو بوليمورفك يعني ما راح تكون متصبغة ما راح تحتوي على صبغات لذلك اسموها النيتروفلك يعني العدلة التي لا تصبغ شباب يقول لك النيتروفلك راح تكون هي اكثر وحدة موجودة بيهن واللي راح تعيش من 10 الى 14 يوم وانه عدنا هي عبارة عن 5 انقسامات عدنا عبارة عن 5 انقسامات حتى اخر شي احصل المايلو بلاست واللي هي راح تطين النيتروفلس بازوفلس اجنوفلس اللي هي راح تمثل بيهن 5 انقسامات تمام تمام نكمل The precursor احنا سوصلنا للمونوسايت and الليمفوسايت يعني شن يعني هي عبارة عن الغلايا الغير محببة تمام The precursor cell of monocyte and lymphocyte do not show specific cytoplasmic granules or nuclear lubulation both which facilitate the distinction of the cell granulobatic serous monocyte and lymphocyte in smear prepare are to discriminate minorly on the base of size and nuclear shape شن يعني شباب احنا قلنا المونوسايت والليمفوسايت هي غير محببة لذلك ما راح نحصل بها specific granules اللي راح تنقل اللي هي راح تخليها محببة هل بيه حبوب نعم بيه حبوب اللي هي عبارة عن الازيراثاليك granules بس هاي الازيراثاليك غير فعالة مجرد راح تطيها الصبغة لا اكثر ولا اقل يقول لك ان اليوم هذي النيتروفلس والمونوسايت والليمفوسايت من اجي اخليها من smear blood يعني اجي بمسحة مالدم شون راح اميزها اميزها على اساس الحجم وشكل النواة الحجم راح تكون المونوسايت هي الاكبر الخلايا حجما اما الليمفوسايت هي اصغر الخلايا حجما نيو كليار شايب انه الشكل المميز للليمفوسايت اللي نواة راح تكون سفيركل من خلاله اقدر اميزها تمام ليجي اذا المونو بلاستيس احنا شباب راح يقول لك اكوميتيت برو جينايتر شباب احنا قلنا البلورابوتينت ستمسل انكوميتيند يعني غير متخصصة اما يقول لك هذا المونو بلاستيس راح تكون متخصصة راح تمر بمجموعة من الديفرنشياشن و الى اخري حتى تتوصل الى مرحلة البرو مونوسايت يعني المرحلة قبل لا تكون المونوسايت خلال البرو مونوسايت راح تكون الخلية جدا تشبيرة الخلية الخلية بعد بعد بازوفلك سايتو بلازم ايابه ليش بازوفلك ليش مو اسيدوفلك اللي ان قلنا هي مرح تحتوي على غرانيولز وانما تحتوي على الزيروفلك غرانيولز الغير فعالة وال الزيروفلك غرانيولز الغير فعالة تعتبر بازوفلك لان تحب تصبغ بصبغة البازوفلك الزيروفلك راح تخلي الخلية باكملها تحمل نفس صفاتها من ناحية التصبيق من ناحية الاستين ويقول لك روماتين لكن يوكل لا يدي ادفتر تمام ويقول لك انو البرو مونوسايت ويقول لك انو البرو مونوسايت راح يصير بها انقساميا حتى يكون لي المونوسايت نكمل ديفرينشيشن مونوسايت كونتين روف اندو بلازمي كريتيكيلوم قولجي أباراتيس فورمي فورميك لايسو سوم ويش اوبسيرف ويش اوبسيرفت انو راح نلاحظ بي الزيروفلك غرانيولز وقلنا هي اللي راح تطيها خصيصة انو راح تكون بازوفلك سايتو بلازم تطيها السايتو بلازم صبغة البازوفلك وراح تكون نون اكتف المونوسايت خلال السيركوليشن مال الدم مال البلوت يقولك انو مجرد راح تضل ساعات قليلة وبعدها راح تهاجر من هاجرت من هاجرت صار بها مثال الماكروفيج الماكروفيج هي عبارة عن مونوسايت خرجت من السيركوليشن دخلت الكونيكتف تيشو وادت عملها سيفرال ورح تبقى عدة اشهر اللينفوسايت بروجينيتر سير قلنا هي راح تنتج كلها بالبونمارو لينفوسايت مجرد ثايموس شباب احنا اللينفوسايت قلنا ليش ما خلوه احنا مو قلنا اللينفويد والمالويد قلنا المالويد راح تكون كل خلايا الدم على اللينفويد ليش اللينفويد ما خلوها ويهلا شباب هي راح تهاجر من البونمارو الماتش ريشن اغلبها ما راح يكون بالبونمارو مثال على ذلك يقلك انه انه يقلك اللينفوسايت نوع تي هذا اللينفوسايت نوع تي راح يهاجر من يتكون بالبونمارو بس راح يهاجر ميغريت انما راح يروح للثايموس اللي راح تكون جوه السترنم هاي الغدة تمام راح ينضج بيها وزن بالثايموس بيا مكان لا اكو مكان يسعول انه اكو مكان خاص البرفرال لينفويد هاي التيب اما البي البي وان راح يكون الماتش ريشن مالتها راح يكون الماتش ريشن بالبونمارو وبعتها كذلك تهاجر لليمفويد فشباب الفكرة انه هي تجلي انه تهاجر من مكانها شباب اكو شي اسمه السكندري لينفويد السكندري لينفويد هي عبارة عن مناطق محددة بالجسم الخلايا اللينفية اما تنضج بيها او تعمل بيها مثال على ذلك هو الثايموس الثايموس قلاند هاي تعتبر السكندري السكندري لينفويد بها نوعين T والB T راح تكون تتكون بالبول مرة ورح تصير بالسكندري لينفويد اللي هو الثايموس والB راح تتكون بالبول مرة ورح يكون السكندري لينفويد هو راح يكون بالليمف نود كما السبلين واللي بر وغيرها واللي يبداك الأماكن راح توصل للليمفويد أرجان يقلك هي راح تتكاثر بالأعداد تمام يقلك هي عبارة عن اللينفو بلاست شباب يقول لك انه اللينفو سايت راح تكون خلايا جدا صغيرة ونواتها راح تكون سفركم فزيراني شون بالبول مارو شون أعرفه انه هل هي هاي اللينفو سايت او هاي اللينفو بلاست شون أقدر أميزها راح نلقاها انه تكون تشبيرة بالحجيم ورح تنقسم من قسام الى قسامة حتى تكون لليمفو سايت فانه أقدر أميز اللينفو بلاست اللينفو سايت اللي هي المولدة عن اللينفو سايت انه راح تكون شبيرة بالحجيم لذلك سراح نكمل يقول لك بعد ما نصر بها النوات راح تصغر والدور الخلية كلها راح تصغر بالحجيم تمام يعني تبدو تصغر يقول لك البول مارو عن دا ثايموس ذي السيل سنتيساز سبيسيفيك سل سرفيس بروتين ذات كاركترستيك بي أو تي لينفو سايت شباب الكولجي أبارتوس والروف اندو بلاست بكريتكولم راح يفرز دفد بروتينات هاي البروتينات راح تكون على السطح هاي البروتينات راح تكون على سطح اللينفو سايت تمام وانت وجد السطح البروتينات راح تكون السطح راح تميزها هالي هي بي أو تي لينفو سايت إذا كانت بي راح يصير بها الماتشريشن بالبون مارا وتغادر للبروفيرال لينفويد أرغان أما ذيش راح يصير بها مجرد بس التصنيع بالبون مارا ويصير الماتشريشن بالثايموس اللي يعتبر هو البروفيرال لينف نود أو لينف أرغان فشي يقلك نكمل يقلك الماتشور الماتشور يقلك إنه هاي الخلايا اللي جت قبل مدة معينة من الزمن وصار بها الماتشوريشن وصار بها الفنكشن راح تكون أكبر من الخلايا راح تكون أكبر من الخلايا اللي يستوهد كونت كمل وصلنا للبليتليت أو الصفايحات الدموية البليتليت شباب البليتليت بالحقيقة هي عبارة عن هو فريقمنت هي عبارة عن جزيئات أو قطع صغيرة بالحقيقة هي مو من خلايا هي قطع بس هي راح تنتج من خلايا منين تنتج من الميغا كاريوسايت اللي توجد بالبون مارو تمام تمام يقلك هاي الميغا كاريوسايت الميغا كاريوسايت شبيه يعني هاي خلية الميغا كاريوسايت إجت نتيجة تمايز الميغا كاريو بلاست يعني شنو احنا نرجع للصورة شباب احنا مو قلنا اكل بلورا بوتين ستيم سيل راح تطين المايلويد والينفويد تمام تمام انو المايلويد راح يطين في سمينا الكولوني فورمين يونت اي والكولوني فورمين يونت ميغا هذا الميغا يعني الميغا كاريوسايت تمام تمام فجي شي يقلك يقلك البلايت هي عبارة عن فراغمنت اجتني الميجا كاريوسايت والميجا كاريوسايت اجتني عن نتيجة عدة انقسامات الميجا كاريو بلاست والميجا cancer بلاست اجت من بتعتبر بما انه بلاست يعني تعتبر بركورسر وهذا البركورسر اجتني البروجي نيتر هو الحقيقي كورمين في الميجا كاريوسايت نكمل ما يقل لك هي اجت نتيجة عدة انقسامات الميغا كاريوسايت واللي راح تنشأ من الثرومبو بيوتين اللي هو هذا قلنا عبارة عن اللي راح يسهل العملية يقل لك الميغا كاريو بلاس هاز شكل النواة راح يكون بها كلش مهمة انو شكل النواة راح يكون بها يشبه الكدني انو هاي الميغا كاريو بلاس الخلايا راح تكون المولد هاي الخلايا راح تكون شكل النواة يشبه الكدني انو انو شكل الخلايا راح تكون تشبه الكدني وراح تكون نواة جدا صغيرة وارد بري continued شبيه راح تخضع لعملية يسموها الاندو مولتوسيس. شنو الاندو مولتوسيس شباب انه هاي عملية تكاثر الخلية من دون انقسامها. شلون يعني انا قل لك انه هاي الخلايا راح تحتوي على داخلها على صبغات. هاي الصبغات راح تكبر بحجمها. فانه راح تؤدي الى تكاثر الخلايا بس هذا من دون انقسام. خاطر يقول لك انه راح انه قبل قبل الديفرنشيشن راح يصير تكبر بحجمها. يعني الميجا كاريا سايت راح تكبر بحجمها كلش. الميجا كاريا بلاس راح تتحول الى ميجا كاريا سايت. الميجا كاريا سايت راح تخضع قبل الى الميجا كاريا سايت تتحول الى البلاي تلات راح تخضع العملية هو الاندو ميتوسيس. هاي الاندو ميتوسيس شو راح يصير به؟ راح يصير به تكبر بحجمها راح يصير اكو ربليكيشن بدي انا بس بدون انقسام. من دون انقسام راح تنتج عنها قلنا انه احنا الصبغات اللي داخلها راح تكبر فاش راح ينتج عنها انه النواة راح تكون highly polyploid شلو polyploid يعني متصبغة لانه الصبغات داخلها الصبغات راح تكبر تمام تمام الهوموجينيسيس راح يكون الهوموجينيس راح يكون مالتها متجانس وراح تكون hypazophilic لان قلنا راح تكون hypazophilic لان قلنا الصبغة اللي بداخلها هي كبرات كبر حجمها لذلك راح تظهر الصبغة بشكل جدا واضح لح تكون hypazophilic الميجا كاريوسايت هال الميجا كاريوسايت اللي جايتنا من الميجا كاريوبلاست تمام شبيهة تعتبر gynt cell يعني خلية شبيرة with large irregular interlubulated polylipol نواتها راح تكون مفصصة وهاي النوات راح تكون rough endoblasmic reticulum and colgy apparatus which arise specific granules of platelets they are widely secreted in the marrow انو راح نلقاها scattered in bone marrow انو راح نلقاها يعني مبعثرة بال bone marrow typically near sinusoidal cabularis اللي هي هاي الصورة اعتقد هنانا هاي شباب راح نلقاها مبعثرة بال cytoplasm و هي راح تكون قريبة لل sinusoidal cabularis اللي هي هاي هي هاي وهي هاي القريبة فرح انه هي هاي كلها سينسويدل فهي راح تكون قريبة الها على موض راح تخرج اكفة بروزات للمجرة الدم و هاي البروزات راح تنقطح و راح تكون للمجرة تمام تمام كم تبكا لنير السينسويدل cabularis اللي راح تكون للمجرة الميجا كاريو كستند انو راح تمتد شباب هاي الميجا كاريو سايت راح تمتد راح تطلع مثل البرانشات قلني هستاذ كنو راح تدخل الى مجرة الدم قبل لا تكون انو بعد الميجا كاريو سايت راح يجينا يصحول البروب بلايتليت يعني العملية التي تسبق تكوين البلايتليت خلال هاي العملية راح الميجا كاريو سايت راح يفرز من عدها بروزات و هاي البروزات راح تنقطع انو خلالها انو هاي الاكستنشن بنتريت راح تخترق هاي البروزات راح تخترق السينسويدل اندوثيليل اند اكسبوز تسيركوليشن واللي راح تدخل الى السيركوليشن و هاي راح تحتوي على الاكتين فلمنت وتحتوي على مايكرو تيوبولنت وبالاخير فكرة كل هذا الحج فكرتها ملخصة انو خلال عملية البروب بلايتليت خلال قبل عملية تكوين البلايتليت انو راح تمتد الى السيركوليشن و راح يصير بها كاتنج واللي راح تكون ل البلايتليت و الى هنا تم اكمال هذه المحاضرة شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن الاستماع و اخر دعوانا الصلاة على خير البشر محمد بن عبد الله و اله وسلم